بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذا الحديث استوقفني أحببت أن أتوقف معكم وأتأمل كلام حبيبكم عليه الصلاة والسلام قبل أن نبدأ ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن كلام النبي مقدس مثل القرآن إياكم أن تظنوا أن كلام الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى كلام هذا النبي الكريم الذي علمه شديد القوى والذي جعل الله سبحانه وتعالى كلامه في فمه كما في الكتاب المقدس هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتأمل كلامه ونتدبر هذا الكلام لأنه أوتي جوامع الكلم والأسلوب النبوي يختلف عن الأسلوب القرآني على فكرة وهذا دليل إضافي أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته أيها الأحبة كل إنسان له بصمة في الأسلوب أنت تستطيع إذا تعمقت بقصائد شاعر معين أن تعلم أن هذه القصيدة ولو سمعتها من أول مرة يعني تدرك أنها من تأليف هذا الشاعر وهذا المقطع الأدبي من تأليف الأديب فلان أو الروائي فلان أو الكاتب فلان هذا الأمر معروف بين الأدباء والكتاب والشعراء كل كاتب له بصمة لا يمكن للكاتب أن يمتلك بصمتين في الإسلام لدينا بصمة إلهية لو صح التعبير ولله المثل الأعلى تظهر في آيات القرآن وبصمة نبوية تظهر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبان مختلفان تماما على فكرة أسلوب القرآن يختلف عن أسلوب السنة النبوية وكلاهما مقدس وكلاهما معجز دقيقوا معي أيها الأحبة النبي يصف لنا أكثر صفة تميز هذا العصر أنت اليوم من النادر أن تجد إنسانا صادقا لا يكذب أبدا في زمن الجاهلية زمن الجاهلية قبل الإسلام لم يكن الكذب منتشرا على فكرة كان الشاعر أو الإنسان الجاهلي على رغم من إلحاده وكفره وشركه كان لديه التزام بالكلمة إذا تكلم كلمة التزم بها اليوم إذا سألنا كم نسبة من يلتزم بكلامه اليوم ستجدون أن النسبة تكاد تكون نادرة وسأعطيكم دليلا ماديا ملموسا على ذلك جرب أن تعطي شخصا مبلغا على سبيل القرض دون أن تأخذ أي ضمانات ما الذي سيحدث كم نسبة من يعيد هذا المبلغ من تلقاء نفسي كم النسبة لا شك أنها قليلة اليوم أنت تأخذ منه إيصال وتوقيع وبصمة وتوثيق في المحكمة وعلى الرغم من ذلك يأكل أموالك ويجحد وينكر ويكذب تصوروا أيها الأحبة هذه الظاهرة غير مألوفة في زمن النبي ظاهرة الكذب اليوم التي انتشرت وبخاصة في الإعلام أعطوني وسيلة إعلامية واحدة صادقة مئة بالمئة لا يوجد إلا ما رحم ربي طبعا قد تجد ولكن نسبة قليلة جدا جدا طيب أعطوني رجلا لا يكذب أيضا أصبح عملة نادرة طبعا موجود أيها الأحبة ولكن نسبة قليلة يعني تبحث طويلا حتى تجد إنسانا صادقا تماما لا يكذب أبدا طيب في حالة انتشار الكذب كيف تحدث النبي عن هذه الظاهرة انظر ما إياه الأحبة الحديث الشريف رواه الإمام أحمد يقول لا تقوم الساعة إذن هذه إحدى علامات اقتراب الساعة إذا رأيتها فاعلم أن الساعة تقريبة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب أو ويكثر الكذب حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلق تحذيرا للمؤمنين الملحد لا يقتنع بهذا الكلام أيها الأحبة يعتبره كلام فارغ ولكن أنا كمؤمن هذا الكلام يهمني كثيرا وأنا أوجه الآن دعوة لأولئك الذين ينكرون السنة المطهرة ماذا استفدتم من إنكار أحاديث عذاب القبر أو أحاديث غيرها أو كثير من أحاديث النبي لماذا قدمتم للعالم الإسلامي عندما أنكرتم هذه الأحاديث لا شيء هل أقنعتم الملحدين بأن الإسلام هو الدين والحق عندما أنكرتم بعض أحاديث النبي؟ طبعا لا إذن أحبتي في الله مثل هذه الأحاديث ينبغي أن نصدقها ونعتقد بها ونستعد للقاء الله عز وجل لأن النبي يعطينا تحذيرا إذا رأيتم أن الكذب يكثر لدرجة كبيرة جدا الزوج يكذب على زوجته الزوجة تكذب على أبنائها الأولاد يكذبون على أبائهم الأخ يكذب على أخيه أصبح الكذب شيء طبيعي وللأسف أنك تجد المجتمع لا ينكر هذه الظاهرة يتقبلها وكأنها شيء طبيعي وشيء واقعي مع الآلم أنها كانت عيبا في حق من يكذب زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الكذب منتشرا أيها الأحبة طيب أولا من أخبر النبي بأنه سيأتي عصر يكثر فيه الكذب شيء الثاني ما الذي يدعو النبي أصلا وهو الذي يواجه الملحدين والمشركين والمشككين أن يحدثهم بحديث سيتحقق بعد 1400 سنة هذا دليل أيها الأحبة ماد ملموس على أنه رسول من الله عز وجل رسول ينطق بكلمة الله وصدق الله تبارك وتعالى عندما قال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصدق دائما حتى نلقاه وهو راضي عننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته